للحديث عن ما جرى وللحديث عن أمور أخرى وعن محاولة البعض استغلال هذه القضية وعن لقائه بوالي المسيلة الأخيرة نسعده باستضافة شقيق الفقيد عياش سيب الخير محجوبي مساء الخير مرحبا بك معنا عشك مبارا أخرى نقدم لكم التعازي باسمنا وباسم كامل العمال مجمع تلفزيون النهار ونقل لكم تعازي الشعب الجزائري كذلك وانتعاد مباشر أول مرة معنا أمين يا رب مرحبا بك معنا أمين يا رب أولا سبع أيام إذن عن تشييع عياش محجوبي كيف هي الأوضاع في العائلة بعد مرور سبع أيام في المنطقة كل منطقة اللي عاشت أنت تعلم بالخير عاشت أيام عصيبة تسع أيام وأنتم موقفين على حفرة كبيرة على بئر بعد مرور سبع أيام على دفن عياش كيف هي أوضاعكم في العائلة وحتى في المنطقة تعكم أوضاع أنتنا بالنسبة لنا أخونا هذا قدر عليها ربي أمور ربي الوحيد يتقبلها مهما كانت الأمور ما زلنا في موقف عزا ما زلت الناس وقفها معنا لحد الساعة هذه وش نقول لك ما زلت الناس توافد علينا ما زلوا خوتنا وقفين معنا من داخل الولاية من داخل الولاية من خارج الولاية حتى من خارج الوطن ما زلوا حتى خوتنا من تونس من أي مكان خارج الوطن وحتى البيت العائلي ماذا عن المنطقة اللي كان فيها البئر الآن احنا سمعنا أنه تم ردم هذه البئر فيش زيارات لناس يروحوا يشوفوا يروحوا ناس فضوليين يحبوا يعرفوا ما زالوا ناس يجوا ما يدخلوش للدار حتى يزوروا هذا المكان ولا لهم مكان كشو قل ما نشاه معنا بليش وشو يخزروا فيهما مكان مكان حد هذا ولا لهم مكان يزوروها قبل ما نجيوا للدار يقعدين حيرين كيفاء صراط كيفاء حبوا يستفسروا القص على حقيقة ما زالت الناس حيرة مش لاحقيتها التعنيل الحقيقة ما زالت الناس ما نش مصدقة كيف 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 ما زالت ما نش مصدقة باللي الأخبار هذه اللي كانت تلعقم غالطة فيها لغالط فيها ناس سبقت الأحداث ما وصلوا لهم مش مصدقة صحيح يسألوك انت كشقيقو انت كنت قريب يعني منه وقريب من بداية الحادثة المؤلمة حتى نهايتها يسألوك يقولوا لك حكي لنا القصة من الأول كيف وقعت من الأول وش ترى يطلبوني بدون شك ألف مرات يسألوك يحكوا لي بدون يطلبوني ونحكي لهم بالشي اللي شفتوا كيف كان عايش كيف كان كفاحتا شفتوا في الوضعية هذه تعلبوا بالارتوازي شفتوا في ما تقدرش ما تقدرش تشوفه في هذه الوضعية يطلبوني في النجدة مدتها ثلاثة أيام قبل قبل الوضعية هذه داخل البئر الارتوازي نحن نعلم أنه كان في حدث كان فيها عرس أو كان فيها شيء جنازة وش كان في المنطقة بحداتها كان في حدث قبل ما يسقط هو في البئر نهار الحد قدام الحادثة وصلت له بثلاثة زمان الظهر كذاك وقت الظهر متصف النهار اي بعد صلات الظهر صحيبي هذا دليل كان صاحبي وجاري توفى في النهار الحد توفى الله يرحمه بسيكين كان عدنا زنجا قرب للي نحن عند الجيران هذي كلي كنت الناس له يثم أو تعظم الله في لاجر الخنا هذا كان فيه جمعة كبيرة في الجنازة كان ايه وهو هذيك طريقه المعتادة يمر على البئر أم أنه كان عنده مقصد يعمل حاجة حب ما عنده حتى مقصد هو عنده ذكو هذيك سر تعود أهمها في البئر ما عنده حتى مقصد هو كان يخدم يساعدني في الفلاحة أنا اللي كنت قايم بالفلاحة ونا اللي مستكفل بها أخونا عارفوه كنا طلبوا هكذا في الإعانة يقف معاك يعوني في الفلاحة يعون في خاوتنا هو صغير فينا ونطلبوه يجينا لكن هذي البئر تستعملوها كنتوا تستعملوها كنا نستعملوها في سنين لمضعت وعندها مدة طويلة وستعملتوها يعني أصبحت بئر مهجورة عندها مدة تقريب تقريب سبع سنين ثمان سنين كذلك ما استعملنا هاش الميه اللي كانت فيها نشفت نشفت نقصت يعني لانا نشفت لانا ناب هذه اللي يقولوا لانا ناب ما كافيش لانا ناب فيها ما سطحي ما وش حاجة لي كبيرة بزاف ما سطحي موش حاجة لي كبيرة بزاف ما تقدرش تعمل بيه ما تقدرش تفت وما تختم بيه ولا لسكرناها سيب بالخير طرع عليك بعض سؤال الجزائريين اللي طرحوها عبر مواقع تواصل الشي معي يقولوا عيش وش ده للبير العلم و لله هل هذه الطريقة كان جايزة عليها عنده مقصد آخر البير هذا كان في الفسط الفلاحة نحن البير هذا كنا نخدمه البير هذا صباح عشوى عندنا نحن البير هذا تمروا به بطريقة عادية نمروا به عادية نفتوح البير مفتوح البير لا لا مغطي البير عنده غطاء نتعو مغطي وإنما الغطاء يتجب دوت تهلو تهلو عادي يتفتح بغطاء ويعود تغلق بطريقة عادية نعم بطريقة عادية لأنه البعض يقول كيف عيش يذهب في مناسبة كين أعزاء وناس مجتمعين يذهب حتى للحقل وين متواجد البير ويفتح الغطاء بتلك الطريقة وش وقع بالضبط أنت تقول سر هذا سر الده معاه في ذلك الحد كما صرت أنا ما كنتش تم أنت أخرت حوالي 45 دقيقة هكذاك كنت بي بوسعادة كسمعت بالخبر ما قدرتش نتقبله ومن بعد مع الواحد الاستغفار والإيمان تقبلته مهما كانت الصعوبة تقبلته لحقت مدة 45 دقيقة ذيك لحقت الدار ما دخلتش أقدر كتمول الحادثة وراء واقعا رحت للبير طليت من دون شك ناس مهمون قيت الحماية قيت جيران قيت جماعة اللي كانوا حماية لحقوا لحقوا قيت جيران اللي كانوا يعظموا في الأجر الجار نذوق قيت مجمعين ثم وكثرة أنا في هذه نصف ساعة درت حواج لي كنت يعني مانش متقبلها مانش متقبلها حبيت ندخل لأمبوب هثاق نسلك خويا أول ما طليت عليها أنت شفته شفته كان يبان شفته يبان شحال مترا هكذا في البير تقديراتكم الحمد لله أنا حاضر للبير كيف تخدم على بالي كيف تخدم البير الارتوازي هذا حطيت نحسب المتراج اللي حابط فيها أخويا على حسب التيباج على حسب أنا من نهار الأول قلت المسافة 26 27 متر المه هذا السطحي كان يكون بفوقه بـ 200 متر بعد 1 المترتين 1 المترتين المه اللي كان يعني أنت لما طليت على أخوك هو كان في البير كان على عمق 27 متر أقضيك على الأقل 27 متر تخليك أنك تقدر تشوفه 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 كان نهار كان نهار كيف وصلتها أو وصلت أنت في الليل كان في النهار بعد الظهر بـ خمسة وربعين دقيقة كنت ناثم كنت ناثم وشفتوا بـ بسمع فطل كيف تقدرنا لزاج هذا يعني بك تردك للسم وكيف ترده لتحت تشوفوا ينادي البوزيسيو كيفية ديرها وحاولنا بها شفتو يعني ساعدتوا أنفسكم بالاطورش يعني بالإضاءة درتوا عملتوا إضاءة إضاءة لأنه بئر ارتوازي يعني بقطر صغير لما إياها بـ 27 متر تكون ظلمة يعني حاجة بينا ظلمة إحنا يدرنا الإضاءة نتعى السمش الأشياء نتعى السمش المؤكسة درناها أكسة ثمان نطحنا يعني تتقصد أنه لما كان في النهار يطلق تشوفوه على 27 متر وتشوفوه النجدة نديروله في حبيلة الحماية ثانية يعاونه فيها ينقضوه وللأسف هو ما تمكنش بنشد الحبيلة مليح ما سمحتلوش الحشرة اللي كان محشر فيها ما سمحتلوش ما يشد الحبيلة ويخرج ما سمحتلوش كان هو في محصور في هذه الأنبوب محصور مقدرش حتى لكن البعض كان يقول أنه كان في وضع معين يعني في عمق معين ولما خارط قوة زاد نزل لا ما كانش هذا أنا من شفته من الضمارات من شفته من البداية كان في هذا المتراج حتى نخرجناه كان في هذا المتراج كان في هذا العمر هو نفسه نفسه وإنما هما وجدوا صعوبات في الإنقاذ و ما كانش حاجة سهلة بالنسبة لهم هما ما كانش حاجة سهلة بالنسبة للحماية المدنية الحماية ما عنده مدير هستعملت الوسائل بسيطة استعملت الحبل فقط استعملت وش استعملت استعملت الإنتقاذ الوسائل وLittle الحفر استعملوا مقاويدين أسخاص معينين قبل ما نوصلو الحفر قبل الحفر نتكلم على الدقائق الأولى كانوا الحماية المدنية كانوا بالحبل فقطاً ولو طادروا واحد الأمور ما فيش واحد من أفراد الحمالة المدنية يحاول أنه يدخل؟ لا، ما كانش كانوا المواطنين يحبسوا يدخلوهم وما عمبش يخلوهم يحبسوا يدخلوهم يدخلو الأنبوب هذا الارتوازي أنه ممكن يختنقوه ويخنقوه يعني حاجة بينا نظركوا هم يخافوا إلى واحد ضحية ويزيد ضحية بزوج مش حاجة سهلة صح مش حاجة سهلة مع الحقة أنت للموقع الحادث وش كان شقيقك عياش رحمه الله وش كان يقول لك يعني وش كان يقول للناس كان يطلب النجدة ذلك اللحظة مدة ثلاثة أيام كان يطلب النجدة ثلاث أيام كاملة بليلها ونهارها لا كان مرات يروح يديس من يش عارف لا يرقد والله من يش عارفش يغيب يغيب صوته يغيب صوته يغيب المنازع أنتاعه بعض من الأحيان يقول لي يفطن يقول لي يصرخ ينادي ينادي بالنجدة يعني كان ينادي كامل الناس لي يعرفهم يعني ويسمحهم يسمحهم ينادي بالنجدة بصحوة للأسف مقدرش وما اقترناش بها نسلكه مثلا شو كان يقول لك؟ يطلب في النجدة ينقضوني كذا لي يكلموا ويقولوا وش بدني يطلب في النجدة فقط متون في اللحظات هذيك يعني ما كنتوش تركزوا على سؤاله يعني وش صرالك على حتى طحت في البير كنتو فقط مركزين كيف تنقضوه هذا أمر يعني بديه هذا هو الأمر الباين يعني نحن لم يعد نش امكانيات ما عدنش خبارة في هذيك اللحظة شعب يحفر أشوئي لكن في هذيك اللحظات البعض يسأل يقول عناش مش سكان المنطقة متصلوش بسلطات محلية رئيس البلدية رئيس الدائرة بهذا السلطات المحلية متصلو وجونت بأخرين اتصال كانوا متصلين بيهم تصلوا بيهم اليوم الأول اليوم الأول كي صرت اللحظة تصلوا بيهم وهم كانوا استغذرون الوضعية كانوا استغذرينها مستهزين في الوضعية هما كانوا يقولوا ممكن أن الحميل المدنية ممكن ينقضوه وتنتهي القصة هما حطوها بالكينة حماية كينين مواطنين يقدروا ينقضوا سيطة في بير آدي مش بير ارتوازي بير آدي للمعلومة اللي لحقتهم هما كانوا مستهزين في الأمر تاعه بعد ما نزت سربط كانوا يظنوا أنها عملية إنقاذ بسيطة بعد ما زادت الأمور شوية دخلت والحكاية زادت شوية زادت وقت باللي حطوها باللي ليس حاجة سهلة جاءوا هما في الوقت الثالث والرابع والخامس في اليوم الثالث اليوم الرابع بدّوا يجمعوا بعضهم وبدّت الأمور زيد صعوبة الحفرة هذا كان حفرة عشوائي ما هوش مدروس ولا هما كانت تبللهم حاجة كبيرة كعد الحفرة كذاك تبللهم حاجة كبيرة هما كبروها كبروها بالتاخير تاعم كيتوخروا كبروها والشعب ما عنده ميدير ما عليه يحفر ينقذ بالشيلي عنده ينقذوا ما عنده ميدير قبل الحفر أنت قلت باللي حفروا بطريقة عشوائية من المفروض أنت كان عندك علم على أنه هو على عمق سبعة وعشرين متر كان عندي علم يعني تكون فيه عملية حسابية الأصحاب الإختصاص أن الحفر يكون بطريقة معينة نوصلوا لسبعة وعشرين متر أو ثلاثين متر في العمق وما تسببوش فيه انزلاق التربة ما تسببوش ما فيش ناس مختصين للدخل ما فيش بالصح الناس يجوك كذاك ما يجوش كذاك وش كل يجيبهم لازم توجيهات من السلطات العنية في الولاية تقصد؟ وش كل يجيبهم هذا المختصين وكذا وكذا وشكل وش كل يجيبهم يجيبهم بشعبي بسيط كبحالي ينوقع عن جيره معاليش واضح هذه الفكرة قل لي بالخير أول مسؤول جاء عندكم وش منهار؟ سواء رئيس بلدية ورئيس دائرة أو أمين عام ولاية أو والي أول مسؤول شفته في الموقع الحادث رئيس رؤساء البلدية المجاورة لحلدو الله وش منهار جاوكم؟ نهار الأول الثاني الثالث جاونا بلدية برونصرور بلدية مصيف كانوا في الحادث وش من يوم؟ النهار الثاني على الصباح اليوم الثاني الحادثه صباحا جاوكم؟ كانوا في أي مكان رئيس بلدية برونصرور رئيس بلدية مصيف تعني ساعدوا وبدلوا جهد بدلوا جهد اللي عندهم بالإمكانية اللي عندهم هم بالنفوسهم صهروا معنا وبدلوا جهد حتى انت عناو ثاني تماما وكعرف رؤساء بلدية مش حاجة سهلة بيدخلك في حفرة وبهيك ذا طيب وبالنسبة للولاية أول مسؤول جاكم من الولاية يعني من البلدية نتاعنا بلدية الحوامد نحن تابعين بلدية الحوامد ما نش تابعين بلدية بونصرور ولا بلدية تمسيف نحن تابعين بلدية الحوامد رئيس بلدية بلدية الحوامد جامت أخر وش من يوم؟ نهار الثالث جلعشية رئيس الدائرة جاء قبله صباح وجلعشية كش قل مستهزي في الأمر حتى وصفاتها ما مستهزي في الأمر كان كش قل يبري في روحي وما عندوش خرابة في الإنسانية مش حبي مش حبي كش قل هني ظهرت أنا بنته خلاص ما عندي ما ندير له ما عندي ما ندير له ولا لأنه كانت أشغال قايمة أشغال أشغال قايمة والحمد لله وفرها الشعب الحمد لله ومغاولين ربية حسن الله من نسلش الوقفة نتاعهم وصورتها الشعب من نسلوش الوقفة نتاعهم صحيح رحين نجيولي ذكر هذا الموضوع سيب الخير قل لي شقيقك عياش آخر صوت كان لعياش وش من يوم؟ آخر صوت نهار الثالث نهار الثالث بمعنى أنه صمد ثلث أيام نهار الثالث وش كان يقول في آخر ما قال الكلمة اللي سمعتها من نو قال لي يقول لهم ما تسمعلي فهمت قال لي يقول لهم ما تسمعلي هذه الكلمة الأخرى اللي سمعتها من نعدول قلها لي شق الخلاص قلها رحمه الله بالخير قل لي يعني والديك كانوا يجيوا يزوره في هذوك الأيام ثلاث أيام من دون شك احنا شفنا صور الوالد تاعك أمام البئر شفنا صور الوالدة تاعك تاني كانت تجي أنت كابنهم ما كنت تمنحهم أنهم يجيوا يشوفوا ولدهم في هذيك الحالة لا أستطيع أن أمنحهم لا أستطيع أن أمنحهم لا أستطيع أن تمنح لأنه فيهم بعض يقول لك يقول لك أنا ما نخليش بابا وما يشوفوا خويا يعني في حالة كما هكذا ما يخليهم شي يوصلوا حتى للبئر كانوا يحبوهما يجيوا يسمعوا ابنهم كانوا يحبين كانوا يحبين ينقضوا صحه ما وكانوا يعتقدوا أن الحمال المدنية أنه هذا الناس وهذا الشعب وهذا المسؤولين رحين ينقضوا في أقرب وقت كانوا يحطين هكذاك كانوا يحطين هكذاك ينقضوا في أقرب وقت ويفرحوا به صح للأسف للأسف وصلت للمرحلة معينة عرفت أنه عملية الإنقاذ صعبة صعبة جدا لا منحيز فات ثلاثة أيام تقبلت الأمر عرفت وبللي بللي أمر صعب أمر صعب وزاد صعب زاد صعب وعدت نتمنى نطلب يا ربي أموك كش ما تزيد تسرع وراح كش ماك واحد يزيدك تسمى تسرع وبي سبت خويا أموك كش ما تسرع يا ربي ساعدنا يا ربي تعني وش هوا وش نطلب يا ربي يا ربي ينقض تسرع وفي أقرب وقت خايفين الأمور تسرع أسكو كش ما واحد يتحنى في الحفرة كش ما واحد شعب كثر والحفرة كبرت وكبرت الحفرة وزاد كبرت أمور أخرى والبعض كانت خوف أنه فيه صرافة ينزل وزاد كبرت أمور أخرى الناس حبت تركب أمور حبت تركب أمور وحتى أخرى مواج وتسخل وشعب يعاني في قصوات البرد هذهك متقدرش تسرع ما الزرع هي طيب طيب نوصلوا مع القصة يعني إلى حين إعلان حماية المدنية حماية المدنية عملوا بيان وصرحوا فيه بصفة رسمية على أنه عياش توفي رحمه الله يعني كيف كان أرضة فعلكم ولو أنه أنتم كنتوا تحسوا على أنه أنا ما استقبلتهاش أنا هنطرك على خصوصية أنت ما أمنتش لا إيمان إيمان وتقبلها ما تقترش تقبلها وعليها ما تقترش تقبلها الضحية ما زيل ما سلكهاش ما زيل ما تشبدهاش وصرح سبق الأحداث قال لك الضحية باللي توفى لكن بعد مرور شحل من يوم ست أيام على ما أعتقد خمس أيام ولا ست أيام خمس أيام وست أيام صح هو ما كانش حتى نيجي بدو ومن بعد يقول أمر طبيب اللي يكشف اللي يسيد توفى ولا ما توفىاش أمت ليقترش شي ولو أنه أنت في قرارة نفسك تعلم أنه لما إنسان يكون في الوضع هذاك لمدة فوق تلت أيام وأربع أيام خمس أيام يعني مصيره مصيره يعني باين واضح أنت قلت لي ما تقبلتش البيان للحماية المدنية ما تقبلتش وعلى ما تقبلتش الحمد لله عدنا دين وتمسكوا بدين قادر ربي قادر ربي يقول حتى تحت شر رب بيعلم بهذا الحواج بيعلمش بإلا هو إحنا ما ما يقدرش هو يسبق قضية أخرى وقصة أخرى يعني وتساؤلات أخرى من بعض الجزائريين يسألوا ما قصة هذه الجنية وأصوات من البئر وجبدته ما إلى ذلك كانت ناس حابة تزيد تدير أمور أخرى وتبان في أمور أخرى وتدير تعني تبان في أمور أخرى بمعنى أنه قضية من هذا النوع تدخل فيها قضية أخرى سمعتها نعم أنا حاضرة أمه وسمعتها وانا الحمد لله رانيانا اللي مستكفلن بذلك الأمور أنا الحمد لله ما شفت للجنية هذه ولا رمية أضروع لها هما والله أمور أخرى حابين هما يهولوا الأمر بها وما يبانوا والله ما نشعرف كيف هما الفكرية رمية يدخل لهم في دماغ روصهم وما حبوا يدخلوا بهذه أنا شفناه وحسيناه وشفناه جنية كيف منها هذه لا كانش منها جنية واني شوف جنية في بانك انت واني شوف لك جنية طيب انت جوزوا هذه القضية انت تعرف أنه فيه بعض من الجهات يعني استغلت هذه القضية وهذا الوضع وحتى عيش مازال في البئر حاولت أنها تستثمر في هذه القضية خاصة لقائك مع الوالي المسيلة والكلام اللي كان بيناتكم فيه بعض من الجهات اللي استغلت هذه القضية تعيش قلت حتى هو داخل البئر أصبحت تتاجر بهذه القضية حتى عبر الانترنات حتى عبر قنوات صحيح صبحوا يتجروا بخونا احنا مزلهم منقذناش وصبحوا أموه يستغلوا فيهم ماه مش لهيين بعيش أنا بصراحة ماه مش لهيين بإنقاذ عيش مش حاطينه وبرلي أموه يخرج ولم يخرج ماه مش همتهم الإنسانية ماهش همتهم همتهم مصالحهم فقط همتهم مصالحة نتاحهم فقط أموه عيش يخرج اليوم ولم يخرج اليوم يوعد ما يخرج ماهوش همهم همتهم مصالحهم واحد يضرب على جال الوالي واحد يضرب على أقرادو واحد يضرب بيهبط الوالي حبة الناس تخلط الناس تركبنا في أمور أخرى سياسية والأمواج أخرى أنا ما نش حبينا ما نش حبينا نضرد الدولة تعنا إحنا خسرنا أخونا عياش حمد الله ومزلنا نخسره إلى دولتنا من حمد الله بسعدينه وإحنا يا بابنا عدى حياته ناظر من أجل الوطن تعوه منطقة مجاهدة والد مجاهد ومجاهد زيد أخونا هذا أدي الخدمة الوطنية وزيز عليه الوطن تعوه ماش بسبد أخونا إحنا نستقل الوضعية نخربوها نزيد نضخمو الأمور إحنا الحمد لله وعينا ومربينا ووالدينا أمور مطبيين نحفظ لأمور الوطن تعنا من شيء حاجة بعد ما حصل بينك وبين والي المسيلة من كلام ونحن نقدر ما الذي حدث خلال تلك الفترة كانت فترة عصيبة جدا والكل يفهم يعني الإنسان العاقل يفهم ما الذي حدث على أنه كان في فترة عصيبة جدا فيه تشنجات وما إلى ذلك كان فيه لقاء يوم أمس أو قبل عودي سؤال أول قلت بعد لقائك مع الوالي في الفترة الأولى كان فيه هذك الكلام كان فيه لقاء أمس أو أول أمس مع الوالي وكان فيه صور عبر الفيسبوك البعض قال أنه ذهبت لإعتدار من عند الوالي والبعض الآخر قال لا لا الوالي يتصل به وجابوا عنده يتصوروا لا ما إلى ذلك أنا ما تصلش وش وقع بالضبط وش جمعك من كلام في الفترة الثانية لأنه المرة الأولى شفناها في الفيديو عبر النهار المرة الثانية يعني في الإقامة عند الوالي وش جمعك من كلام شفتوا صورة فقط شفنا صورة لكن مع البدنش وش جراء بيناتكم من كلام أنا هذيك لجيتني هذيك اللي خلاتي نجي لهنا أنا بني وبالوالي هذا مكان حتى شي هاي الصورة صورة بان لكن معندنش وش تفاصيل أنا بني وبالوالي فذيك اللحظة مكان حتى شي أنا اللي هداتني يجي هو حط في الشريط باللي مبادرة صلح لا أنا اللي جابتني منيش حاب يزيد يصغني هو مش حاب اللي يزيد يتبرى بها هذيك الصورة حمد الله أنا الوالي والي لكن لتما قلت لناش أنت رحت عند الوالي أو الوالي سبعات أنا اللي رحت وعلى رحت كانت ناس حبت ذخم الأمر بالخير ماوش حاب الوالي يجي للدار بالخير رح يدير الوالي أمور أخرى يعني أنت فضلت أنك تروح للوالي برجلي أنا رحت لي حبيت تروح لي سيد الوالي أنا قدامك مكان حتى شي بين وبينك حبيت تروح للدار تعزيهم عنده أهله ووالدين وخاوته وعرشه تفضل حبيت ماتيش ربي سهل عليك بالصح هو هذه صورة أم لا زاد تسخلها عبر مواقع التواصل بالخير عفوا أنا ما اتصلش بياه من الواحد ما يكذبش يقول الحقيقة ما اتصلش بيا الوالي تصلت بيا ناس مقربين لي باللي الوالي هذا كان جاي ورجعو كان جاي كان جاي المنزل كان جاي الوالي رجعو وعلاه رجع على ذا الوالي وقالت لمعلاه رجع قالوا لي انت لا ترجع فيه هم حبين يديروا لهذه الأمة يزيدون عقدوا الأمور وانت مكش ضد زيارة الوالي للعائلة تاعكم أنا ما نيجز ضد الوالي أنا ما نقدرش نحاسب الوالي أنا ما نقدرش نحاسبه أنا مواطن بسيط ما نقدرش نحاسبه همت أنا اللي جابتني جابتني هذي كلفته أنا النية كانت حسنة معه لكن قلنا وش قال لك الوالي في هاد الوالي كان يتبر أمور وقال لي محققش تقدر لي النهار الأول كما كذاك محققش تقول لي الدخم هو كان موش متحذر في ذيك الوقت كان موش متحذر اللقاء أنت الأول كان يقول لي أنا ما كنتش نخزر فيك بتقبلني بهذه الأمور قال لي أنا كنت حاضر وعندي معلومة بلي حاضر وكان حماية المدير قال لي كان شافي لها مليح قال لي كان مدير الحماية هو اللي غلط فيها قلت أنا المسئولية تحملها أنت هو المدير أنا من نقدر ندخلها هذه أمور سياسة ودولة وكذا من نقدر ندخل فيها أنا هو يتحمل هو يقول لي كان المدير يغلط فيها تحمل المسئولية أنت هو يعني مجرد هذا هو الحديث لجراء بيناتكم في فترة كان يحاول هو حبي يقول لي كنت تحضر معي كذاك قضعته هو هذه الغيظة قلت لأني قدامك أنا الحمد لله أنا لم أشهرب منك ولا خايف منك البعض قال أنه عرضت عليك أموال سمعتها سمعتها أموال ومليار وما إلى ذلك هل صحيح هذا الشيء من طرف الوالي أو من من طرف الولاية من طرف الشخصيات تقنيه قريبة من الوالي ما عرضوا علي من مستقبلها الحمد لله إحنا والدينا ما نش متربين على هذيك الأمور عليك يا رب والدينا ما ربوني على هذيك أنا ما مصربته وش عنده الما مصربته وش عنده فهمت الما مصربته وش عنده لكن في الأخير قل لي أنت في منزلكم العائلة ما زلتوا قلت لي تستقبلوا العزاء واليوم السابع يعني فيه مسؤولين جاوكم أعزوكم الحمد لله فيه مسؤولين جاونا وفيه مزالوا حتى الليجونا لو يجي الوالي تعال المثيلة مرحبا به أنت قلت مرحبا به مرحبا به دار داره عنده خوته الحمد لله بابا مزال حي خوته مزالوا حيين أهله عرشه مزالوا حيين ومتوجدين الولي وباستقبال الحمد لله أمور فاتت منش حابين نتحدث الآن عن الجزائريين أنت تعلم أن هذه القضية أصبحت قضية إنسان حداته عياش رحمه الله أنا نتأسف نتأسف اسمح لك نتأسف الوفد الوزاري ونطلب أنه نسمح وش نقول لك هذك محبيتها اشتصرها الوفد الوزاري محبيتها اشتصرها لهذا المشكل شعب كان خاضب من الوالي صب الغضب بتاعه في الوفد الوزاري لأنه شعب كان يعتقد لأنه أي مسؤول يجي يصب عليه هجام غضبه يعني بعد لهذاك الحادثة وكان شعب ما هوش ولد البلاد في ذلك الوقت كانت ناس حابة تدير أمور أخرى احنا ما حابينها فيه ناس من خارج للمنطقة ومش مالية يجاو فيه خارج من المنطقة وفيه أمور كانت رحية يكبروا الحكاية ولولد المنطقة جميلنا بعضانا وهضرنا مع بعضانا منهم أنا كنت نحضر معاهم كأخو المرحوم منش متقبل أمور أخرى كنت لهم اللي حاب يساعدني في إنقاذ أخويا وإخوكم هذه المشاكل ما نقبلهاش ما نقبلوهاش ما نحتاجوش يعني في المنطقة يجي وناسبه يعملونا مشاكل من هذا النوع وتتعلم أنه في قضية من هذا النوع صبوا عليكم ناس كثار منهم اللي يريد الخير ويساعدكم منهم اللي يحب يستغل هذه القضية يستغلها ويدرنا أمور أخرى يركب ويدر أمور يستأملونا كطعم يستغلونا ويركبونا في أمواج داهئة ما نش حبينا معروفة في مثل هذه القضايا تصرى هذه الأمور على كلين في الأخير فقط وش تقول الشعب الجزائري تحدث عن شعب الجزائري مش فقط لجوكم شعب الجزائري يتضامن معاك عبر الانترنت عبر مواقع تواصل الشماعي عبر القنوات شعب الجزائري أسمح ما يرقودش حتى يسمع أخبار على عياش شعب الجزائري خارج الوطن ولا داخل الوطن ما ننسهلوش الوقفة نتعو لقول الشعب الجزائري الحمد لله أوقف معنا كرجو الوحد والضامن معنا كرجو الوحد الوقفة نتعو ما ننسهلوش تعني مزلت تزير عندها رجال مزل عندها شعب هنا معمر بالإيمان وفيه الغيرة لأبلاده لأخوته ومزل فيه رجال فيه رجولة فيه رجولة فيه الرحمة في ذيك الوقت أنا كنت في ذيك اللحظة أنا ما حسيتش أياشة أخوها حسيته بالإخوهم صح في الأخير الدقائق تواني الأخيرة فقط بحوزتنا انتهى وقت النقاش منحلك ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص أنت بكلمة فقط وش تقول لهم حماية المدنية رجال الدرك والشعب رجال الدرك والشعب هذا وقفه معكم هذا اللي وقفه ولي المثيلة نعم ما وقفش معنا رئيس بلدية ما كانش ما وقفش معنا وهو مبكري رئيس بلدية بلد الحوامد مهمش هذه المنطقة واني وش نطلب من السلطات نطلب منهم طلب بلي عيش طح في بير وانقذناه هذه المنطقة والعائلة نتاعوه مزين طايحة لليوم كلها في بير وتحتاج التنمية في هذه المنطقة مزلت لازم يشوفوها حل في أقرب وقت منطقة وش كين فيها وصورة الأسرة دعياج أنا قدوة تخلاص تأزيها أنا منقدرش مهم وش نقولكم أنا قضتني أمور كانت تصرفت زير العين الفوارة وش صرالها تعنيها بطولعها وزدوا لها أمور طورها صحيح ووقفوا مقاحة خونا ودمجهد وملبي الخدمة الوطنية تأخروا في الأنقذ تعوي تبقى حرقة كبيرة من دون شك وش دير هو بالخير محجوبي نشكروك لحضورك معنا خلال هذه الأمسية ولو أنه خصصنا وقت يعني تحدثنا على كل هذه التفاصيل ونحتاجه لوقت آخر للحديد شكرا جزيلا لك لحضورك معنا وتعازينا الخالصة مرة أخرى لكم للكامل عائلة شكرا جزيلا لك بالخير نطوي مشاهدين هذا الملف نذهب إلى فاصل شكرا جزيلا لذ travaille